مما لا شك فيه أن زيارة أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران ستتخذ أبعادا مهمة فهي جاءت في توقيت دقيق في أعقاب جملة من التطورات الإقليمية والدولية وحجم انعكاساتها على لبنان باعتبار أن إيران أحد الأطراف المؤثرة على الساحة اللبنانية الوزير عبداللهيان الجميع يعرف أنه أرجع زيارة سابقة كانت مقررة إلى بيروت بسبب تطورات مؤتمر فيينا والحرب في أوكرانيا وهي التي أعاقت القيام بزيارة قبل عشرة أيام تقريبا إلى بيروت وجهت هذه الزيارة اليوم في هذا التوقيت بالذات لتلقي الضوء على جملة الملفات التي تدخل إيران في صلبها من لقاءات مؤتمر فيينا ومفاوضات الملف النووي الإيراني الحوار السعودي الإيراني الوضع في منطقة الشرق الأوسط الوضع في سوريا نتائج الغاز الروسي لأوكرانيا وتدعياته على أحداث المنطقة كل هذه القضايا كانت على جدوى الأعمال الوزير عبداللهيان وسجل مواقف عدة منها لا أدري ما الحجم الذي يمكن أن يكشف عن هذه اللقاءات الوزير عبداللهيان أعتقد أنه كما العقل الإيراني يحب بيروت ويحب أن تكون بيروت منصة إعلامية للمواقف الإيرانية وهم حرصون على هذا الأمر لذلك كانت محادثاته على جانب كبير من الأهمية وضع المسؤولين اللبنانيين في التفاصيل مؤتمر فيينا وما بلغته المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ولكن أستاذ شاهين أريد أن أركز لو سمحت لي هنا على نقطة حينما يقول أن إيران مستعدة لتزويد لبنان بالطاقة كم يضيف هذا قيود إضافية وعباء على لبنان التي توصف بأنها مخطوفة للمحور الإيراني ويبعدها عن العمق العربي وكذلك ربما يسحب البساط من تحت أقدام مشروع توريد الطاقة والغاز والنفط إلى لبنان عن طريق مصر والأردن عن طريق الأراضي السورية والذي تم الاتفاق عليه قبل فترة نعم واضح واضح كلام الوزير الإيراني ليس جديدا الكلام نفسه أطلقه عندما التقى بالرئيس مئاتي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وأطلقه من قبل في الأمم المتحدة ووجهت إيران عدة رسائل إلى اللبنانيين بهذا الشأن لكن الإيرانيين يعرفون واللبنانيون يعرفون أن هناك عوائق تحول دون التعاون المالي مع إيران لناس تذكر بواخر الميزوت والفيول الإيرانية التي استقدمها حزب الله إلى بيروت إلى لبنان نرى أنه لم يتمكن من دخول المياه الإقليمية أم لم تتمكن هذه البواخر من دخول المياه الإقليمية لبنانية ولم ترس على شاطئ لبناني ولا على أرض لبنانية توجهت بعد وساطات دولية منعت أي اعتداء عليها من قبل إسرائيل أو أي طرف آخر إلى ميناء بنياس السوري ومن هناك نقل المزوط الإيراني إلى بيروت عزيزي الطروحات الإيرانية لا تتوقف العروض بشأن شركات الكهرباء والطرق والجسور ومعالجة قضايا أخرى طروحات سابتة بالإضافة إلى عروض أخرى لكنها ستبقى طرحا إيرانيا دون أي جواب لبناني لأن اللبنانيين يدركون بأن هذا الأمر مستحيل مستحيل أن تتمكن من التعاطي مع إيران بأي قناة مالية أو مصرفية دولية وهو أمر يعيق كل هذه العلاقات فتحقى مشاريع حتى وإن كانت أفكار تعبر عن النواية عن النواية لا أكثر ولا أقل حتى وإن كانت أفكار من دون صدى أو من دون رد لبناني نظرا لمعوقات سياسية أو أمنية أو حتى إقليمية ودولية ولكن على المستوى الداخلي هذه العروض الإيرانية كيف يمكن أن تنعكس على الوضع السياسي على حالة ربما التجاذبات السياسية الكبيرة في داخل لبنان حالة عدم الاستقرار ولبنان يمر في هذه المراحل الحرجة لبنان يشتهي مثل هذه المساعدات أن تأتي من أي طرف سوى إيران أو الدول التي تتعرض للعقوبات الدولية والأمريكية أنا لا أكشف جديدا ولا أكشف سرا هذه المساعدات تحدثوا أيضا عن القمح وعن الطحين وغيره من المساعدات هذه المساعدات يمكن أن تصل بالطرق المعتمدة اليوم لإيصال السلاح كما وصلت الصواريخ الدقيقة إلى جنوب لبنان يمكن أن يصل المزوت والنفط الإيراني إلى عبر أوتوسترات طويل عريض ما زال مفتوحا وهو من طهران إلى بغداد فدمشق فبيروت والجميع يدرك أن هذا الأوتوسترات ما زال مفتوحا لم تؤثر الإجراءات الأمريكية حتى اليوم لقطع طريق بغداد دمشق فكيف بالنسبة إلى عشرات المعابر غير الشرعية بين دمشق وبين سوريا ولبنان كل هذه العوائق ستبقى تأثيراتها إعلامية سيسجل لللبنانيون المعترضون رفضهم لهذه الطروحات وهو أمر سابت لا أكثر ولا أقل يعني لا يحتمل النقاش حول هذا الموضوع أي مفاجأة هناك مبدأ واضح وصريح القطاع المصري في اليوم رغم كل معاناته في لبنان لا يمكنه التعاطي مع أي مصرف أو مؤسسة إيرانية محددة بدليل أن إيران طرحت من قبل تقديم البنزين والمزود بالليرة اللبنانية ترجمة نانسي قنقر